موسيقى برد هزيمة 2018 لكن لدي مكاسب متعددة نهاردة وأبرزها عدم حصول أحد اللعبين على الانزار الثالث والغياب على النهاية مكاسب متعددة نهاردة الحمد لله طبعا هو الأهم أن أنت وصلت يعني ده بتكلم على سيمي فاينل أقوى بطولة في القار يعني ده مهم جدا بتكلم على مباراة الأهلي والتراجي بتكلم على بطل 2020 بيلعب بطل 2019 و2018 يعني قوة المباراة الأهلي بطل 2020 بيلعب بطل 2019 و2018 نتيجة كويسة الناس كانوا بتسألنا وبتقول لنا أو بتقول لي يعني مثلا يعني إحنا ألقانين ليه إحنا كسبانين هناك إزاي ما ألقاش وأنا بيلعب بطل 2019 و2018 مهم جدا فكرة القدم الحزر يعني الحمد لله طبعا على كل شيء مهم جدا أن أنت تعديه لكن في النهاية التارجت ليسا ما تحققاش إحنا وصلين لأبعض نقطة في البطولة لكن ما خدناش البطولة ده مهم من المفهوم ده يوصل للناس يعني هتبقى عندنا مباراة نهائية هتبقى يوم 17 لحد دلوقتي المعدة يعني هنشوف هنعمل إيه فيها إن شاء الله لكن عندنا يعني وقفة محلية كده شوية عايزين نركز فيها ونخش فيها بسرعة مش عايزين نعيش الأجواء بتاع البطولة الأفريقية مش عايزين ننساها لكن في نفس الوقت عندنا خطوة يعني مهمة جدا في مشوارنا المحلي عندنا مباراة مع بيربنز يوم يوم الخميس إن شاء الله مهمة جدا في مشوارنا وتكملة حفظنا على اللقب بإذنة للمحل إن شاء الله كابتن سيد كان طبيعي متوقع إن فريق الترجل التونسي يضغط ويبدأ المباراة مغلوب على ملعبه طبيعي إنه يضغط لكن كان الأهم هي شخصية اللعبين في التعامل مع هذا الأمر هدوء وثقة في دكة البودلاء إن عكست على اللعبين في الملع طبعا يعني أنت بتكلم على على حد خسرا من أرضه طبعا أو في أرضه فوضع طبيعي إنه عايز يعمل كده يعني الحمد لله لكن في النهاية إنت كمان لازم يبقى عندك مفهوم ده إن الكرة طالما فرق مطش كبير أكد هيبقى فيه فرص هنا وهنا وأكد هيبقى فيه استحواز هنا وهنا وأكد هيبقى فيه قدرات هنا وهنا يعني لكن المفهوم اللي يزم تخش به المفهوم إن أنت تتعامل معه إن أنت لازم شخصيتك تكون قوية جدا على فكرة الشخصية القوية مش في الهجوم بس على فكرة حتى في الحتة الدفاعية يعني يعني فيه ناس كتير جدا بتقول لك يعني ده عمل جيم دفاعي هو وضع طبيعي جدا إن أنت يبقى عندك القدرات اللي تخليك تعمل جيم دفاعي ده وضع طبيعي في الفرق الكبيرة يعني لكن كمان لازم يبقى عندك القدرات اللي تخليك يبقى كي الأفضلية ده حصل لنا يعني البنالتي وحالة البنالتي أنا معرفش برضو ما تحسبتش بشكل مباشر ليه يعني ده واضحة جدا 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 يعني إحنا شايفينها على بعد مثلا 300 ربعمائة متر يعني لكن في النهاية الحمد لله على كل شي أنا عايزة عايزة عند حالة البنالتي لإني الجميع كله بيتكلم على البنالتي أنا شوفت سكابتن صلى الله حبيز ما بيتكلمش على البنالتي وبس بتكلم على كارت أحمر يعني أنا أنا نقاشي معاه مش النهاية مش هيحسبها أنا متأكد نها خلاص لما هيروح هيشوفها يعني لما راح للفار أنا متأكد خلاص إن هو هيحسبها بنالتي ده ما فيهاش شك وما فيهاش شك لأنه سورة هتكدم فيها إزاي يعني لكن القانون بقى ساعتها هو ده الأهم بالنسبة يعني النقطة اللي بقت عندي خلاص أنا متأكد إن أنا خدت رقم واحد رقم اتنين بالنسبة اللي هيدي لأفضلية تانية هو يتنفذ القانون يعني يتنفذ القانون إن هي حالة الطرد اللي هي بينة جداً وواضحة جداً يعني لأن ده واحد رايح له الجنب بشكل مباشر الدفع كمان من الجزء العلوي يعني فكل دي في القانون تديك كارت أحمر على طولين أكرم توفيق وحسين الشحات وحنا بنتكلم معهم قال لك دور الكابتن ساعد عب حفيز كابتن ساعد وصم معنا أكرم لما كان بعيد عن المشاركة النهاردة بيلعب مباراتين زهاب وإياب حسين الشحات النهاردة هو بعيد وشفته جري عليك كابتن بعد الهدف وراحل حضرتك بص يعني لازم تبقى فاهم كويس جداً المشوار لما يبقى طويل والموسم لما يبقى طويل ولما بتشارك في بطولات متعددة الناس كلها لازم تكون جاهزة جاهزة دور نحن أنه يتبقى جاهزة فنياً معنوياً يعني الجزء الفني طبعاً خاص ببيتس المسلماني لكن في النهاية لازم تحضر الناس كلها يعني فيه تفاصيل صغيرة في الشغل لازم الناس كلها تبقى عرفاها التفاصيل مش أنه أنت تيجي تتمرن وتمشي أنت كمان لازم تكون سعيد وإنت جاي التمرين لازم تكون فرحان وإنت جاي التمرين لازم الموت بتاعك يبقى كويس وإنت جاي التمرين إزاي هتمتع الناس وإنت جواك مش مستمتع أساساً يعني ممكن تعمل شوية حاجات صغيرة ممكن يبقى عندنا رصيد في أمور خارجية بتينعكس داخل الملعب يعني ممكن في حاجة في حاجة ممكن الناس تشوفها أنها عادية جداً وإيه اللي ممكن يحصل يعني عشان تجيب نتجاتها لكن تأثيرها أنا عارفه كويساوي لما بقى فيه حد أنا اللي عنده رصيد فوضع طبيعي جداً لما هذا يحصل اختلاف اللي هيحصل نوع من المواجهة ولا حاجة هيبقى شايل الرصيد ده عندي فهيحتاجه بعد كده ده المفهوم اللي الواحد بيشتغل بي قلت اللبس وهتكلم عليا بالتحديد لأداء تخصي كابتن صدعب حفيز النهاردة لما تلاقي سعدي السمير اللي برك قايمة موجوده محمد داني محمود متولي مرام وحسن أعتقد أنها هي عنوان النجاح وهي الخطوة الأولى للبطولة ما تعرفش مين اللي ممكن على رجليه أو على قد تيجي لك المكسب ما تعرفش يعني النهاردة أكرم كان غايب بلو فترة واحد من نجوم اللقاء هنا وهناك أكرم توفيق يعني بتتكلم على مثلا على حد ممكن أجاي النهاردة عامل دور كويس قوي نزل بشكل كويس قوي كهربا النهاردة كان ممكن يسجل حسين يعني النهاردة بيقدي دور كويس جدا 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 أنت ما تعرفش مين والد سليمان طبعا كل المجموعة مش عايزة نساحد كل المجموعة لك نقصد اللي ممكن الناس بتاخد عدد قليل من المشاركة أنا معرفش النقطة الفاصلة ربنا كاتبها المين فعشان كده لازم تحضر كل الناس على الاستعداد أو يبقى حاضرين بزهنهم يعني مواجهة كايزر تشيفز وبعض الجماهير كان من الممكن يعني بعض الأقوال تتقال دلوقتي أنه هو فريق أسهل من الوداد أكيد أنتم مش هتوصلوا ده للعابين فريق وصل للناي أكيد فريق قوي وفريق الاحترام حسنا مش هوصل حاجة غير الحقيقة مش هوصل حاجة غير الحقيقة الحقيقة بتقول أول عنا على المباراة النهائية لكن عندنا أربع مواجهات محلية مهمين جدا 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 عندنا مباراة مع بيرنز يوم الخميس مش عايز أقول فاصلة بشكل نهائي في البطولة لكن مهمة جدا في مشوارنا وحفظنا على لقب المحلي عندنا مباراة مع اسموحة يوم أربعة عندنا مباراة يوم تمانية مع المقاولين عندنا مباراة يوم حداشر مع المقاصة ثم المباراة الختمية والنهائية سبعة عشر لحد الوقت مع كايزر تشيفز يعني عنا عليها تمام لكن هنخش في مشوارنا المحلي كايزر تشيفز مش عايزين نقع في الفخ اللي هو قع فيه كتير جدا من الأندية وكتير من الأندية المحترمة قالوا على كايزر تشيفز انه مش هيصعد من دور المجموعات يعني المرشح الأول والتاني في دور المجموعات في مجموعة الرابعة كان الوداد وحرية كونكري مظبوط قالوا كايزر تشيفز مش هيعدي من سمبة عدا من سمبة قالوا كايزر تشيفز مش هيعدي من الوداد فقبل انها عدا من الوداد فإحنا مش عايزين نقع في نفس الفخ هي مباراة نهائية ختمية على أقوى بطولة قرية دوري الأبطال المباراة وتفاصيلها واستعدادها لازم يبقى أنت زهنك حاضر وعارف كويس قوي كايزر تشيفز إحنا لعبناها في حياتنا كلها مرة واحدة دي دي اللي هتبقى التانية المرة الأولى كانت في كاس السوبر 15-3002 كانت على كاس السوبر الأفريق النهاردة بتلعب على دوري الأبطال يعني نصبنا وقدرنا أن احنا لعب كاس السوبر تشيفز على طول في أقوى البطولات فإحنا رايحين نلعب فرقة هي كمان يعني دخلة المباراة النهائية اللي تركيزه أعلى واللي ربنا موفقه ولازم يبقى يعني إن شاء الرحمن يبقى الفوس حليف وأتمنى أنه نكون إحنا بإذن الله لكن تحضرنا هيبقى جيد جدا إن شاء الرحمن وإن شاء الرحمن نخش بالمباراة بمنتهى القوة بإذن الله عايزة أحتمى حضرتك كابتن سايب برقم قياسي بيعمله النادي الأهلي وبتعمله كجاز فني النادي الأهلي أول فريق في أفريقيا يفوز في أربع مباريات متتالية في الدور نصف يفوز على الودات زهابا وأيابا والنهاردة بتفوز على الترجل زهابا وأيابا ده رقم قياسي بيسجل للنادي الأهلي حلو الأرقام وأنا بحبها جدا ومن هوات الأرقام أنا على مستوى الشخص من هوات الأرقام لكن أنا عندي الترجل الأعلى بيبقى في البطولة يعني أما تقول لي أربع سنين ورا بعض بتاخد البطولة ده حاجة حلوة جدا إن شاء الرحمن بإذن الله بإذن الله تعالى نكون حضرين بشكل كويس زي ما قلت لك عيننا على المبرارة النهائية لكن مش عايزين يعني ناخد بعيد عن تركيزنا في اللقاء المحلي اللي هيبقى يوم الخميس مع برمز في الزهاب دايماً بقول لك الكابتن سايد ما بتغيرش الفرحة عنده بتاخد شوية كتير وهو هو الكابتن سايد مش يتغير يا رب بتكمل بس على خير إن شاء الرحمن عندنا يعني مواجهات صعبة على المستوى المحلي والقاري لكن إن شاء الرحمن براهن على شخصية اللعيبة وإن هما يفصلوا ما بين البطولات وإمتى تكتب تاريخ إمتى بتكتب تاريخ لما بتبقى فيه مواجهات صعبة الناس هتفضل تفتكر على طول ترجي التونسي وقوته ومكانته بتكسبه بره أردك وجوه أردك في سيمي فاينال الوداد بتكسبه بره أردك وجوه أردك هي دي المباريات وهي دي الأرقام اللي بتعلق أوسل الناس وهي النجومية بتجمل هنا والأساطير بتجمل بطولات شكرا كابتن آيمن دا كل قانا مع الكابتن سيد عبد الحفيز بودير الكرة بالنادي الأهلي عقب فوز النادي الأهلي على فريق الترج التونسي بسلسة أهداف مقابل لشيء وصعود النادي الأهلي للمباراة نهاية لمواجهة فريق كايزر تشيفزي مليون مبروك لكل جماهير النادي الأهلي من جديد تعود الكلمة ليك كابتن آيمن ولد يوفاك الكابتن